نمسك أعصابنا ونقضى شوية عشان لو طلق طلق بالغلط كلنا همموت رد لبطف هلو؟ ايه يا حج ايه يا تامر انت فيه؟ لا يا راموني عند البيت او ايه اللي بيحصل حج بالظبط ما تفاهمني؟ مش وقت راغي دلوقتي يا تامر يعني ايه؟ انا بعتلك تذكر على الواد ساد تاخد بصبورك وتطلع على المطار اول ما توصل كلمني طماني ما تفاهمني ايه اللي بيحصل يا لطفي انا كده عملت اللي علي يا لطفي جيب دور عليكم طب انا فيه دي ايه اعمله لك بعد ما اتدفقت مع زنادي سلمني زنادي سلمك زنادي ايه انا سلمك ابني يبقى انا استفدت ايه؟ ده انا عملت كل اللي انا عملته ده عشان احببني انت ابنك ملزمنيش في حاجة ابنك سجنه اللي هيأخر وليقدم حاجة بالنسبالي لكن الرقابتي اللي هيحلها رقابة زنادي انت اقول وقت عندي وصف سليم هسلمني زنادي اسلمك ابنك وعش تتأكد من كلامي هقولك نطلعه زي بارب بلد دي قبل منضرب طرفتنا قلت ايه؟ سليمي عنده حق من ساعة المصيبة اللي عملها تامر ابني واحنا كل يوم بنتورط اكتر من اليوم اللي قبله والسلاح اللي في ايدينا ده مش هيخرجنا من ورطتنا ما ليه لها خرجنا حاج؟ انك تتفق مع الباشا؟ انا مش اول واحد اتفق يا زنادي وبعدين ما احنا بنكسر فيه وبيكسر فينا من اول المشواط وصلنا لإيه؟ اسمع كلام عمك الحاج يا زنادي احنا من الاول اصلا مفيش بنا عداما بس بعد اللي عمل ابن لطفي كلنا تصرفنا بو شمية واقولكم انا تغشلنا؟ رات غشلنا وبدل القتيل بقى اتنين وثلاثة واربعة ويعالم مين اللي جاي مش قادر اصدقك يا حضرت الزبط ليه يا متر؟ ده انا جاي لحد عندك عشان شوف حل يردينه كلنا يا ريت؟ بس ازاي؟ عبدا انت بحام كبير ويتفهم الكلام بسمعوا كلامي بعدين متر يوحكم السلاح اللي احنا رفعينه في وش بعض ده مش هيفيد بحاجة منزله سلاح يا حسين بيروت بيروت مالطة لا انا مفهم حاجة ايه ده؟ بتقدر انت انا مش بكلمك ما بتردش عليها ليه؟ ما حصل حت بدين ترباها ده شاري ما خطفوني وادوني في مكان غريب كده كانوا يختصبوني اه بس انا قاومت مالك يا شاري انت عامل كده لايه؟ باي تبص بقى انت هتنسى حوار بنت الكلب ده خالص وهتطلعه من دماغك وهتبتل حادك من اول جديد وبكرة تحصلني على بيروت ماشي يا عم؟ ماشي يا لي فيه ايه؟ اسمع كلام اخوك ماشان اخوك واللي ايه؟ واكتر من اخويا كمان يا تامر عشان كده اخيانا لما تيجي من الاخ بتبقى مره يا صاحب وعمري ما كنت اتخيل ان يوم ما توجع هتوجع من اقرابي من الناس دي ماشي عشان كده الواجع اتمنى ان يبقى جادي هو الاصحب ماشي اقناقاقاقاقاقاقاقاقاقاقاقاقااقاقا ما استطعرت فيها ان كفوك يا دي الأخوك أولاً مش كنت بقولك أنك خائفة كل واحد صفت بغباءك خلتني الواحد انت جاي تلعب بينا يا جدعي انت ولا ايه؟ لا يا زناتي انا جاي اجيب لكو حل ردينا كلنا بالقانون القانون محتاج متهم علشان يحاكموا يا سليم بيه موجود وده هنجيبه منين ان شاء الله موت نادا يخص تامر وتامر شوية هطلع برابرد لحد ما الحكم يسقط عليها وانا اتفقد كده مع الحاج جلوتي يفضل ايه؟ يفضل كتير موت زياد يخص زناتي نعم اخويا انتو جايبين هين عشان تتفعوا عليا ولا ايه؟ ايه ده يا زناتي بطول كلام يدخل العقل يا سليم بيه يا رأي يا متر هو انا بقول حاجة غير الحقيقة؟ من زناتي اللي موت زياد ولا ايه؟ اه انا اللي موته والبهاشروا كاتف كل حاجة انا مقدورش يبعوني واولهم الحاج اللي جيتها في امعات ده ومين قال اللي انا عايزهم بيبعوك يا زناتي؟ اما ليه يعني؟ عايز لنا ادخل السجن الجماعة عشان ساعاتك تبسط وترتاح؟ لا يا زناتي احنا كلنا دلوقتي هنتفع على شهادة واحدة نقولها قدام النيابة اللي قاتل زياد هو المرحوم رفاعي ايه الجنان ده؟ مرفع عيقت الزياد ليه؟ ما استنى يا معاني النايب؟ كامل يا سليم بيه؟ اول متر فهمني هو لازمته ايه بقى حد تقزي فينا بسبب زياد مرفع عاشي له برضو مش هتقزي عشان خلاص مات احنا زي ما جتناشي الفكرة العبقرية المكلونة دي عشان طول الوقت كنا بنفكر ان احنا نحارب بعض مفيش مرة احتفكرنا نحط ايدنا في قدين بعض ونشوف حل ايه يا متر انت هتصدق اللي هلوصل اللي بقولها دي ولا ايه؟ استنى يا زناتي استنى ايه تاني؟ لما تسلموني؟ ولا هسلمك ليه يا زناتي انا مهمينيش ميلي قاتل زياد انا مهميني الناس بتبراطي انا عارف اللي انت قتلت زياد ازيما انا عارف ان انت قتلت رفاعي وتايسي بس كل ده مهمينيش انا مهميني دلوقتي الناس بتحقي وانا الكلام ده ما يدخلش زمتي بما ليه انا مقودتك دلوقتي والبهوات يشهدوا معي انك اتهجمت علينا وانا مقودتك دفاع عن النفس وانا مش اولو الاخر مرة يشهدوا ظهور يعني انتوا ايه؟ مش متفين مع بعض؟ نعم متفين مع مين وقفية بالزبط اسمع زناتي انا عارف انك متفين مع سليم تديروا الفيديو وارفاعي شيل عضاية زياد محصلش مش قلتكو الجد عدو يلعب بينا؟ من حكاية سليم بيه؟ الحكاية خلصت خلاصة لطفي ما زل سلاحك انت و هو تزلوا سلاحكم ما زل سلاحك يا زناتي انت مش شايف اللي حواليك؟ لا شايف بس انت كمان لازم تشوف انه مش زناتي اللي هروحها وانتا ولو حد فيك وقرب خطوة كمان هافرتك دماغ صحبك ان انت متفين مع عدا انت فاهم؟ لعبة خلصت خلاص يا زناتي وانت كده كده رايح نازل سلاحك عشان نعرف نتكلم مش هروح لو واحدي ولو كنت فاكر انت هتلعبوها بأشيوات مع بعض ويشيلها الامين الخلبان تبقى خلطات انا مش هروح لو واحدي انت فاهم؟ ومش هخرق لو واحدي لو هنغرق هنغرق كلنا يعني علاوة على اعدائي زناتي يا كايا خلاص ما فيهاش امين وظابط اللي غلط هيتحاسب ما انتو كمان بتغناطو ما حدش بيكو بتحاسب هو سليم دا حساباني فيه؟ اهدى يا زناتي اهدى عشان نعرف نتكلم ما دونيش يا دا انا مش مجنون اهدى يا زناتي خلينا نعرف نتكلم اهدى اكيد دي الوقت صدقتني صلاح بيه ولو موت الوقت اللي قتلني جبه زنبي في رقابتك اهدى موسيقى 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 هو ده اللي همك تفضل يا بيش بحظ الله بينه بالحرام مش هوصيك يا سليم انا عاوز اعترافات واضحة مش عاوزين كل اللي عملناه ده يروح على الارض تقول ليش يا بيش اقررهم لك واحد واحد انت ما تعرفش يا عمد بيتي عبن قدقية لحد ما قف ان انا قدم طلب للنيابة بتسجيل المقابلة دي حتى النقبل عام ما قفقش غير لما وعدته انت المعمور ده كله شايلوان على مسميتي بشكل شخصي بتي لاش او خرجت من جوه عايش مش صغر لها بدك تبارك من نفسك يا سليم كله من الله كان نفسي يطلع عايش عشان يدفع تعمل اللي عمله اللي ما دفعوش في الدنيا يا سليم هيدفعو في الاخرى او 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 انا كده عملت كل اللي علي وهفيت بكل وغودي معتش فاضلي دلوقتي غير ان انا قابض على ايه بنا وطفة وماجد عشان حق ان انا والشكل ده ابقى اخلصت من قضياتك خالص سليم انشغل نفسك بحاجات مش هتفرق كتير حتى لو انا اقتنعت انك بريبنا واعتقدش انضحي غيره في موقفك القنو يفعاد افرد لو سعدتنا جيه بدليل برأتين ازاي؟ انا عندي خطة ممكن يجيب اعترافات منهم في التسجيلات منهم انهم اللي عملوا كل ده بس عشان ده يحصل محتاجين اسمي من الميابة وانت الوحيد اللي انت هدور سعيد اكده عملت اللي عليك الضلوط في ده بتاعنا انا اللي هكيبه جانّى يا celery ا NASA ر تقدم لا انطياب 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 يا أحب ، يا أحب . أنت طبعا يا رجال ! أنت طبعا يا رجال ! نفس��요 مستقعي حتى أصدق بل مستقعي 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 لashes يا شريب بي أنا مجرد مستشار قانوني وبحكم إن أنا محامي ما أقدرش أطلع عسرار موكلي برا أبداً طب والشهادة الزور التسطر على مجرم هربام العدالة وإخفاء الأدلة محمد كلها عشان أحمدني لإنبعتي الشير بس ربينا أخدوا مني أخد عشان يا ربينا ما هو قولك في طوارة النائب تميم زهد في الأمر؟ أيها تميم كان معي خطوة بخطوة هو كان أدرايا بكل حاجة أنا من رأيي بقى تسيبك من كلام الموحمين ده عشان فعك بحاجة أنا أقول حضرتك على كل يامك اكتب يا ابني يخلى سبيل كل من سليم عبد الحميد الأنصاري وبراهيم سعيد السني من سرايا نيادة بابروك يا ابراهيم بابروك عليك الوراقة يا سليم بيه بتليش الموضوع حصل الضابة خلاص خالص كلها كم يوم قد ليه في الكلبش الكلبش؟ تفاك الكلبش أسليم بيك انت بتضحك دي كانت أمسود يا جدا الحمد لله يا بيت كفاية بس إن أنا تحرفت عليك الحمد لله خلي بالك من نفسك بنا يا سعدك يا سليم بيه تنساشت بقيتعزنني في الفرح بتاع الفرح هي دي بكله زبار شيف عز المسجلين يا ربنا يا رب ينالك فيك يا بيه تعال بقى طمين ونجح سمحكين وعليك الحمد لله تعال يا قلبي يا قلبي يا أete يا ربنا يا سليمods ما مسجحين يا إنه المترجم للقناة المترجم للقناة موسيقى 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 نورت بيتك يا ست البنات ده بيت صالح أبو فضل وهيفضل طول عمره بيت صالح أبو فضل أعمل صالح يفضل طول عمره عايشت لما عنده بنت زيك سبني الواحد يا سلي هفيش الكلام ده محد يسابك لوحدك أنا أخواتك ونفضل حواليك أي وقت هتحتاجين هتلاقينا عادي تلاقي نشفه بطيك تلاقيش معنا أو لو ما عجبكش تعيش عند مامة سليم بيه تيجي تعيش معي أنا مع ساميحة ورؤية والبيت ونورة وهيهيسوك هيصة يعني أحسن صداحة الدنيا يا جيلي ومين اللي هيفتح البيت يا ست ما تقلقيش إحنا إن شاء الله هيتفتح بنفسك وإحنا هنجيلك وهنطلك هنا وهنجيب عيالنا وهنهيس ومش هنسيبك ولا أسبوع واحد مش كده سليم بيه صح ما تشيليش هم يلا تشوفوا الشيك بخير خلي بليك نفسك وانت كمين وانت كمين وانت كمين وانت كمين وانت كمين مبروك يا سليم بكرة الصبح تقدر تستلم شغلك إن شاء الله شكرا ساعتك عايز تشكر صحيح تشكر بقى صلاح به هو اللي شال الليلة كلها على مسؤوليته الشخصية لو فضلتوا لعمر يحاولوا أردلك الجميل اللي عملتوا معايا مش هادر مراش الكلام الكبير ده يا سليم إحنا هنا عشان ننفذ شغلنا وبس وقريتنا أعتبر اللي حصل ده فرصة نراجع نفسنا ونتعلم منها عندك حاقف دي يلا ربنا بقى معاكو في اللي جاي مش عاوزين مشاكل تاني يا سليم مش عاوز تجيني عنك أي مشكلة يا بش أنا بتاع مشاكل خلاص خلاص تعلينا طب كويس بس أنا بقى مستغرب سعادتك لبولد كلنا لازم نتعلم اه طبعا كلنا لازم نتعلم وأقولكم أنا تعرف يا سليم أنا ليه سعادتك ليه بش أنا بويا كان زابط في الداخلية في الفترة اللي أنا تخرجت فيها من الكلية كان هو بيخدم في الصيد في التسعينات موجة الإرهاب والعاجات دي وكان عنده زابط تحته كان عنيف قوي وأبويا حاول كتير يرجعوا عن عنفهم لكنه كان مصر لدرجة أنه ربع عدوات كتير قوي بين أهل الصعيد وبينه وبين الإرهابيين حد ما قرروا يتخلصوا منه قريبة دي أهل الإرهابين مع بعض شفت الافترة بعض وهم قرروا ينفزوا جريمتهم استنوا والدم المدرية وخرج أبويا وخرج الزابط دا وراها فتحه النار ودارة معركة أبويا تصبر صاستين في ظهره العمود الفقري تشل وقاعد على كرسي لا بيتكلم ولا بيتحرك أبويا تصبر جليه ودخل المستشفى وتعالج وخرج ورجع اللي شغله فوضل يتراق أو يتراق أو يتراق لحد ما بقى في المكتب اللي احنا لسا خارجين منه دا أبويا عايش بس أحد على كرسي لا بيتحرك ولا بيتكلم رب دا ادي له صحة بس برضو معلش يعني أنا مش فاهم اللي حصل دا إعلقته بي في الأول خالص أنا كنت مصر رجيبك بإيدي وبسناني وسلمك بنفسي إنك كنت بالنسبالي نسخة مكررة من عماد لما اكتشفت برقتك اكتشفت إنك نسخة مكررة من أبويا اللي دفعتم غلطة واحد داني الحمبر الله قلت بلك من نفسك سليم أنا مش عارف رودلك الجميلة إزاي؟ لو عاوزت رودلي الجميلة بجد أوعدني إنك لا تظلم ولا تساعد صالم ولا من بالشكل ولا تنقل مش عدل أسلام أسلم خلاص فلصد راضي عني يا سيد اللي هو راضي عني راضي عني أنا لازم بالضرورة يكون حقيقي الشر لو ألف وش ووش والخير كتير بيبقى متداري ولحد يوم الدين هيفضل صراع قائمة بين الخير والشر ودورنا إننا ندور ونفكر ونحس عشان نعرف نختار طريقنا ونمشي فيه لحد ما نوصل للحقيقة الحكاية مخلصتش على كده الحكاية لسه فيها كتير